السلام اهلا بكم من جديد معكم احمد حارك ثم في هذا الدرس سوف نقوم بشراء عن Input Output في C-Sharp من اجل هذا قمت بانشاء بروشي جديد كالعادة كما تعلمنا في الدرس السابقة النوفو بروشي وفيه program.cs هذا هو البروشي وعندنا هنا نكتبه الكود تعنا ال Input Output مهم جدا في C-Sharp يعني لا يكد برنامج لا يكد برنامج الا وفيه ال Input Output في C-Sharp اول حاجة هي انه Python كان عندنا Python n string نفرضون عندنا n string name equal Python هذا string name نبغو Python نعمل له console.write write line .write line وعندنا يعني نحن ايضا هنا نعرفناه variable كيف يتبعه name ونعمل data بحركة لك نحن 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 fluffy charge هذه العملية الآخر نحن تعلمناها برقيفه نسموها Output Output يعني عملية إخراج يعني هنا ندعوه البروغرام ونقومه Execute element ونسرح نحن 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 الآخر مرة ننشوفه ملاحة هذه عملية عملية إخراج يعني عملية إخراج أنا بغي نتعلم عن Input وOutput هذه Output وكنا نحن ندعوه Input هي عملية قراءة المعلونات من الشاشة التنفيذ بش ندعوه هذه العملية فرضو باللي عندي Login Login تاع أيضا Login Login فيسبوك والله Login تاع فيسبوك وش هي وش يلزم علينا في Login تاع فيسبوك يطلب علينا إدخال وش console.write يعني يقولنا أدخل يعني يقولنا وش يطلب من عندنا console.write يقولنا أدخل يعني enter user name وبيع email سواء username وبيع يقولنا أدخل اليوزرنايم يعني هنا طلب مننا من شاشة التنفيذ dot write يعني اكتبوا name بتاعكم هنا طلب مننا بش نكتبون هنا رح نقوم بعملية كتابة كتابة لدابة في شاشة التنفيذ أبري نقول هذه المعلومات هذه المعلومات التي كتبناها في شاشة التنفيذ أحب أن نقرأها لكي نقرأ هذه المعلومات نقوم بعمل console نفس الشيء من read line يعني لا معنى read line أقرأ السطر الذي كتبته تعال المعلومات هذا يعني انترض يعني by example هذا هو الوزر name نستعمل by example في اسبوب أبري لكي نقرأ سطر المعلومات يجب أن نقرأ console read يعني قرأنا هذه المعلومات كي يقرأ و يخلص المعلومات هذه يجب أن نقرأ لكي يستوكيها في الوزر name by example وبين سور هي عبارة عن وعش هي عبارة عن string هذا نفرغ منه بارسكو يعني congeneral هي عبارة عن string كنت ندخلها هي string نقرأ 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 الثاني نقرأ نقرأ by example 1 2 0 0 0 0 10 じ love 30 نقرأ هنا نقرأ نقرأ هنا يكتب يعني يكتبنا هذي. انفو اكتبناه ودرنا انتري قال لنا هنا يا انتريورنين انتريورنين ودخلنا انتريورنين ودخلنا انتريورنين ومن بعد وشيه هو اوتوماتيك موشدار هو قرأ قرأ هذك readconsole.readline او قرأنا ال username. احنا اللي دخلناه هذك السطر اللي دخلناه قرأه او اضطف ال username. وحنا مش ما يفهموا العمل اللي يعني كيفش تصرى به يعنى جينيرال يخصنا اوتبوت يعني اوتبوت ش ما عندها؟ هذه عملية input يعني اققر المعلومات. readline يعني اقرنا من شاشة تنفيذ. ذلك هذك المعلومات اللي قرأه حبيه انها في شيء هذك. يريد. عفهم يعني في هدى المرة حبين ندروا يعني لفي شارج تعالين دو الداتا اللي يدخلنا. موش دخلنا احنا يا? الداتا هذي اللي قراها هو اصلا. ودخلناها عملية ادخال. نحطها في الوزر. نحن نحطو الوزر هنا. نحطو الوزر هنا ندروا اوكي. نحن نزل 3 متر نزلها محبرة اوكي. نقذكت الوزر هنا. يعني احنا طلبنا ادخال. ادخلنا افريقنا هوليك الوزر نايم بتاعكم. بهذا لا في شارج. هذي هنا تقدر تقول output. output. هذي عملية اخراج. هنا عملية الانبوت. يعني عملية واش? عملية الانبوت. يعني ادخال قراءة البيانات. مش هاش انتجاب نفس الشي يعني. نحبو ناجيو نديروا padzon واللي هنا readline.cio케 ży dur. password. pass word ومبعد هنا ننجيو هات الباسور دي دخلناه مديروه. والله ادخلناه. ادخل لقد عملها مهمراعب المعلومات دخلناهم بعض القراء قرأة و بعض أفري يأتي هنا هنا perchacja يقولولو لسر و باسور يعني أعطينا الاسر و الباسور هذا هو هذا الالحاء لن أتركنا الدروني لن أقوم ب моей أمبارك هنا فايزون نقلوله your data login login يعني ال data التعاكل اللي حملتها لتعال login is هنا ما نصراش وعندنا string مع ال username وهو عبارة عن variable type ومبعد string ومبعد another variable type هنا في شيء نحن نقوم بعمل كل عادة يطلب now قبل يقوم ندخل password enter your password نقوم بعمل password اكريوش يقول لي your for battery being is اغاك يعني هذا اللي دخلت وهذا اللي يعني يجملها ملي في كل في output هنا عملية إدخال من شاشة التنفيذ وهنا قدرنا عملية إخراج المعلومات اللي احنا دخلناها من شاشة التنفيذ هذا هو يعني مفهوم هذا هو مفهوم انجنرال ال input output في يعني كيف تدير in data من شاشة التنفيذ جد مهمة يعني جد مهمة يعني لا يخلوا برنامج إلا وفيها وشوى عملية عملية افي شاشة يعني console.write write 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 لا نكتفي بعض المعلومات في الدرس هذا من output input في c-sharp نتلاقوه في درس آخر بمعلومات أكثر وتفاصيل أكثر عن لغة c-sharp في آخر الفيديو ما تنساش نقل لك اعمل سلام في درس آخر سلام